اختتمت بلدية مدينة شرقة في مبنىها الرئيسي وللعام الثاني على التوالي برنامج تقييم الأداء السنوي الذي استمر لثلاثة أيام وتمت خلاله مناقشة إنجازات وأهداف جميع إدارات البلدية والإطلاع على أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية ويعتبر هذا التقييم الأول من نوعه ويسهم إسهاما فعالا في تعزيز المؤشرة الإيجابية لكل إدارة ومعالجة السلبية منها وتعزيز تنافس الإيجابي بين الإدارات